شهدت معارض أهلا رمضان بمحافظة قنة إقبالا كبيرا من قبل المواطنين في أول أيام الافتتاح بمنطقة ميدان السعب مدينة قنة وتروحت نسبة التقفضات على السلع الغذائية ما بين 20 إلى 30% وسط تواجد الرقابة التموينية ومباحث التموين من جهته أكد حسن القط وكيل وزارة التموين بالمحافظة أنه تم إقامة عشرة معارض أهلا رمضان على مستوى مراكز المحافظة مشيرا أنه تم زيادة عدد العرضين من 7 إلى 10 عرضين وذلك لتوفير المقاومات والإمكانيات اللازمة لهم موضحا أنه تم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت تم طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازية والمجمدة والفراخ البرازيلي والمحلي بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأرز والزيت والسكر والمكارونة والزيود بيميع أنواعة وأحجامها وده بناء على توجيهات فخامة السيد الرئيس الجمهورية عفتاح السيسي برفع المعاناة عن كاهل المواطن صراحة اشتريت حاجات كثيرة مثل زي الرز والسكر ورجيت الأسعار مخفضة جدا جدا على السوقات اللي برة نشكر كل القائمين على رمضان الله وإن شاء الله بإذن الله رمضان كريم علينا وعليكم